النهاردة رئيس الوزراء استقبل الأستاذ كارم جابر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وأكد رئيس الوزراء على أن الدولة بتأكد احترامها الدائم لحرية الرأي ودور الإعلام وسيد كارم جابر أكد على أهمية الاستراتيجية التي أعدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للمرحلة القادمة في ضوء مصر 2030 والإعلام المصري إعلام وطني استحق خلال المرحلة القادمة أنه كل الإشادة خاض معارك نيابة عن الدولة المصرية وفي ظهر الدولة المصرية في مواجهة وفتح الكتائب الإرهابية وأعتقد أنه دوره التنموي والتنويري والتوعوي دلوقتي شغال من خلال عمل دائم للمجلس مع كافة الجهات المعنية لإصدار مدونات سلوك لضبط الإقاع ومراقبة المنتجات الإعلامية اللي بتؤثر على وعي المواطن المصري ده كان لقاء النهاردة رئيس الوزراء مع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام شكرا